هارغو بيند تاهيل راماني إندونيسي في الحادي والأربعين من عمره هو مالكة الاحتيال في هوليود لم يعرف سوى بهذا اللقب وظلت هويته الحقيقية لغزاً لم يهتد المحققون لحله منذ أن بدأ نشطه الإجرامي عام 2013 وإلى أن كشف اسمه مكتب تحقيق خاص العام الماضي كانت مفاجأة كبرى فالمرأة التي لاحقتها الأجهزة الأمنية لسنوات هي في الواقع رجل رجل يبرع في تقليد الأصوات النسائية ويجيد اللكنات وهو ما سيستغله في عمليات احتيال جنى من ورائها نحو مليون دولار ووقع ضحيتها أكثر من ثلاثمائة من العاملين في مجال السينما من بينهم ممثلون وكتاب سيناريو ومصورون بين عامي 2013 و2020 انتحل تاهي لراماني هويات نساء النافذات في هوليود من بينهن كاكلين كينيدي مديرة شركة لوكاس فيلم المنتجة لسلسلة حرب النجوم على سبيل المثال وإيمي باسكال الرئيسة السابقة لسوني بيكترز وشيري لانسينغ المديرة التنفيذية السابقة لستوديوهات باراموث وكذا الزوجة السابقة لإمبراطور الإعلام روبرت موردوخ سيلقب حينئذ بملكة الاحتيال في هوليود وتبدأ المطاردة مطاردة من كان يحسب أنها امرأة وما توصل إليه المحققون وما جاء في سك تهم محكمة في كاليفورنيا دانا تاهي لراماني هو أن الأخير كان يتصل طبعا بصوت المسؤولات في هوليود باختصاصيين في السينما من مجالات مختلفة ويعرض عليهم فرص عمل قيمة في مشاريع وهمية والشرط المطلوب الوحيد كان يقضي بسفرهم إلى إندونيسيا لإجراء ترتيبات وأعمال تمهيدية لكن عند وصولهم البلد كان الضحايا يجردون من أموالهم من قبل شركاء لتاهي لراماني يطالبونهم برسوم نقل وسلفات طائلة كان يفترض أن ترد لهم لاحقا خلال أعمال الإنتاج لم يسترجع الضحايا أموالهم طبعا ومن كان يتجرأ على التشكيك في هذه الممارسات أو الشكوى منها تعرض للترهيب من قبل تاهي لراماني الذي هدد ضحاياه بصور أولادهم أو بتقطيعهم بمعنى قتلهم وفق ما جاء في لائحة الاتهام اعتقل المحتال في منشستر عام 2020 ومؤخرا أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليمه إلى الولايات المتحدة قصة ملكة الاحتيال في هوليوود أغرت دار النشر هاربر كولينز التي اشترت حقوقها وترحت في المكتبات بعدما تولى كتابتها الصحفية السابق في هوليوود ترجمة نانسي قنقر